أهلاً وسهلاً يا أصدقاء، كيف الحال؟ لدينا اليوم مراجعة لقراءات شهر أربعة بصراحة شهر أربعة مثمر للغاية وقرأت في العديد والعديد من الكتب أعتقد أني قرأت 15 كتاب في هذا الشهر فاللي ساعد الموضوع يمكن لأنه بعض الكتب كانت من استعارات الأطفال بعضها كانت قصص مصورة فخلينا نبدأ أول مجموعة رح أحكي لكم عنها اللي هي مجموعة أول موفي كاسل المانجا والرواية ويمكنوا شفتوا لها فيديو صامت نزل على القناة رح أحط لكم إياهون في صندوق الوصف علشان إذا حبينا تروح تشوفون فنبدأ مع صوفي أو في عالم صوفي أول شي قرأت الكتاب المصور بالتسامن مع الكتاب في أول جزء من المانجا فينا الأول إحنا بنتعرف على عالم صوفي صوفي الهادي الجميلة الخجولة اللي أمالها محدودة بتتعرض لعنة من قبل الساحرة الياباب الشبيرة اللي بتحول صوفي لفتاة عجوز وتضطر تهرب إلى قلعة هاول اللي هو الشاب المعروف الساحر خلينا نقول المعروف وقلعته الغريبة المتحركة حتى إنها تلجأ لإلها في هذا الجزء إحنا ممكن نعرفين دوافع صوفي ولا ليش هي هربت ولا ليش هي تعرضت بالذات لهذه اللعنة وليش بسهولة دخلت قلعة هاول لكن نبدأ نتعرف على هذا الشيء أكثر وأكثر في داخل الرواية حسيت إن الرواية بتوضح لنا أكثر الغايات والأهداف وراء العمل أكثر من العمل المرسوم في حين العمل المرسوم عم بوفر لنا بصراحة متعة بصرية رهيبة في هذا الجزء الصوفي التي تحولت من فتاة جميلة وهدئة إلى إمرأة عجوز رح تقوم بتنظيف قلعة هاول رح تقوم أيضا بالتطبع على هاول بلعب دور أمه حتى إنه هي تهدئ من روعه في هذا الجزء في عنا حرب لكن في روايها في الحقيقة لم يكن هناك أي حديث عن الحرب في الجزء الثالث إحنا منشوف صوفي تضطر إنها تهرب من القصر بعدما فشلت في إقناع الملك أو ساحرة الملك في إنها هي تعفي هاول من مهامه ساعدها هاول على الهرب هي وساحرة الياباب اللي بتم مسخها لمخلوق غريب وهون إحنا منشوف بتهيألي الفكر الياباني في هذا العمل لأنه في الرواية في الحقيقة ساحرة الياباب لا يتم مسخها لا يتم التعامل معها بهذه الطريقة ولا يتم التطبع عليها أو رعايتها كما ستفعل صوفي هنا لكن الرؤية اليابانية اللي بتشوف الخير في أي إشي أعتقد هي اللي سيطرت على الموضوع في هذه الحكاية آخر جزء عنا اللي هو الجزء الرابع اللي فيها هاول بيحاول يهرب بقلعته من الحرب بيحاول ينقل القلعة ويكافئ صوفي بحيث أنه ينقل القلعة إلى بيتها القديم اللي هو متجر القبعات اللي هي كانت تعيشة فيه وفي نفس الوقت صوفي بتحاول أو بتسعى أنها هي تساعده وتساعد شيطان اللهاب بحيث أنه تهرب أو تتسلل إلى ماضي هاول حتى تعرف كيف فيها تساعد هذا الساحر فهذه هي الحكاية المصورة من الفيلم أصلاً قلعت هاول المتحركة بينما رواية الخاصة بذيانة جونز قد لا تروق لكم للأصدقاش شايفين الأورنجيات اللي في هذه الرواية هي الاختلافات اللي أنا توقفت عن عدها في الأخير في هذه الرواية إحنا ما منشوف أول هاول الشاب الراقي المهتم كما كنا نشوفه بالفيلم إحنا منشوفه هو شخص أنانيم وغد يعني تتمنى صوفي أن تصفعه في كل حين الفزاعة في هذه الرواية هي أكثر ما يرعب صوفي وبتكون كتير خايفة منها على العكس الفزاعة في الفيلم اللي هي بتكون صديقتها ومساندة لإلها فعنا شخصيات في هذه الرواية لم تظهر في الفيلم أو تم دمجها بشخصيات أخرى يعني فيه فرق كبيرة كبيرة وأهمها أنه هاول هو عبارة عن ساحر من عالمنا نحن نتسلل إلى عالم صوفي فهذه الرواية عجيبة عجيبة وممتعة أنا بتوقع أنه في ناس كتير يستفزهم أسلوب الكاتبة لأنه هي بترمي الكثير في المقلاة دفعتاً واحدة يعني بتحط لك أشياء كثيرة عن هذا العالم متوقع أنه هذا هو العالم الطبيعي الرتم الطبيعي اللي أنت تعرفه ولا شيء فيه غريب لكن جملة واحدة من جمل ديانا جونز بتخليك تبني عالم بخيالك وتسرح وتبني رواية أخرى متكاملة عشان هيك أنا بالنسبة إلي كتابها أو روايتها عجبتني جداً بالرغم أني متفاهمة أنه في ناس مثل ما رح تحب الأسلوب الكتابة ما رح تحب التلميحات السحرية الموجودة في هذه الكتابة لأنه مش متبعة بتوضيحات واضحة ولكن أنا وجدت الكتاب جداً جداً ممتع وتحمسها لإكمال باقي السلسلة الخاصة فيه فالفرق ما بين الكتاب وما بين الفيلم الرؤية اليابانية اللي حتحط الحرب في كل إشي والحروب أساس الشرور والرؤية الأمريكية للعمل اللي هي بس الفردية المتركزة على هو الناني اللي عم بحاول يحقق كل أمنياته وكل أحملامه مهما كانت الكلفة طيب هيك إحنا نكون خلصنا أول عمل من أعمال هذا الشهر تاني عمل اللي هو كتاب كان للأطفال مخصص اسمه رواية العودة إلى ما بعد الكوكب الأحمر لعبدالله زيوج أحد الكتاب الأردنيين المشهوريين واللي فاز مؤخراً بشائزة لكن هذا من الأعمال المخصصة لليافعين والتي لم ترق لي على الإطلاق لو يشيد ألخص العمل حقول إنه ما تزعلوا مني خريجين الأدبي حقول إنه طالب أدبي عم يكتب رواية خيال علمي ماشي في لغة ماشي في فكرة بس مش مدعمة بما يكفي الإقناع بأن هذا خيال علمي لأنه كل الحلول تأتي في هذه الرواية عن طريق تسجيلات قديمة تركها الأجداد للأطفال اللي موجودين حالياً على الكوكب الأحمر كوكب الأرض تعرض للضمار فرت المراكب من الأرض تحمل سكانة كوكب الأرض لم ينجو منها إلا مركبة واحدة وصلت إلى كوكب الأحمر اللي هو الكوكب المذيخ ومع ذلك طاقة هذا الكوكب الأحمر أو القبة التي صنعت حتى يعيش تحتها البشر كل ما لها عم تتقلص وبتحشر البشر في مناحي أصغر فأصغر ولا يبقى أمامهم من حل إلا إنهم يتحدوا مع بعض في البحث عن حلول ستصلوا إليهم مسجلة بطريقة ما في عنا ولد في الرواية اسمه أحمد على ما أعتقد بس غير هيك ما في يعني ما في ما في أي إشارة لا لعادات لا لدقاليد لا لا بيانات علمية لا ما في شيء أبهرني في هذا العمل ولا أعتقد أن أطفالي من اليافعين سيروق لهم أيضا يعني رحلوا ناص الكتاب الذي يليه اللي هو كتاب الجدة والطفل والضعوضة هذا الكتاب من سلسلة عالم داندان السحري واحد من الكتب المترجمة عن الصينية واللي ترجم العمل اللي هي دعاء عبدالعزيز من دور أو من بيت الحكمة بحيث ترجم العمل بالاحتفاظ بالصور الأصلية للعمل واللي هي أجمل ما فيه بصراحة أعتقد أنه لو هذا الكتاب وقعت أنه موجه للأطفال لو وقعت عليه بعمر أنا وأنا طفلة كنت حريصة على أقتناءه بسبب الخيال اللي موجود فيه والرسومات الرهيبة اللي متضمنة في هذا العمل لكن القصة تماماً لم ترق لي مع أنها حاولت أنها تتناول موضوع التوحد لكن أنا ما بحب أبداً أن يتم تناول موضوع التوحد باللجوء إلى قوى سحرية أو ما شابه وهذا الإشي اللي خلاني أعمل دي أم إف لكتاب وراء هذا الكتاب موجه للأطفال لك الكاتبة عربية فقلت ما أني أنا مش روح أحكي إيش مني عن الكتاب العربي فغليني أتوقف عن قراءته حالاً لكن الجدة والطفل حكيت لكم الرسومات رائعة هو فكاهي ساخر باستخدام لغة ستروق للذكور على الأكيد بصراحة لأنه لما كنت أقرأها لابني محمد بالصف الثاني كان يقلب على ظهره من الضحك لكن بالنسبة لي الرسومات وهي أكثر ما جذبني في هذا العالم داندن عبارة عن وحش بعين واحدة قامت جدة ساحرة من عالم البشر بتبنيه فبالتالي هي حولة طول طفل حتى يسهل أنه يقدر يعمل يشتغل ويعمل معها في هذا الفندق اللي هي مسؤولة عنه فداندن دايماً بنغلب مخلوقات كثيرة واتعرض للعنتها وآخر مخلوق لعنه كانت البعوضة فالبعوضة حكمت عليه بالعيش فيه عالم البشر لمدة شهر على ما أعتقد وفيه هو بيلتقي بتوأمان واحدة منهم مصابة بالتوحف يتعرف عليهم ويحاول يخذ معهم مغامرة في عالم البشر فهذه هي ملخص الحكاية طيب الكتاب الذي يليه مش عارف مين الكتاب الذي يليه يا جماعة أعتقد فينا نقول أنه الكتاب الذي يليه هو الذكاء العاطفي أنا أنهيت الجزء العربي من هذا الكتاب قبل الجزء الإنجليزي لأنه انصدمت أنه الجزء العربي لم يترجم كامل الفصل الأخير الذي يتناول استراتيجيات تطبيق ذكاء العاطفي ذكاء العاطفي هذا أول كتاب كتب في هذا المجال ومتضمن الكثير من الدراسات العلمية للدماغ التي تثبت ذلك والكثير من التطبيقات العملية التي تثبت ذلك لكنه يميل أكثر إلى نظرية الذكاء المتعدد من الذكاء العاطفي نفسه ويوضح كيف فينا إحنا نكسب الطفل مهارات اجتماعية تجعله قليل الاندفاع مش سريع الاندفاع ويفكر بطريقة منطقية أكثر من أنه يصدر أحكام ويتصرف بطريقة هماشية وكيف فينا نوضف هذا الإشيء في المدارس الخاصة وكيف إذا فعلنا هذا الشيء سوف نقلل من المستوى الجريمة يعني هم بصراحة بدرس حالات مختلفة من الفضائع والإنسانية وجرائم النفسية ويربطها بالأبحاث العلمية حتى يزيد على أهمية توظيف الذكاء العاطفي في التعليم وفي المدارس وأثره في تقليل هذه الخسارة بس أنا عن جد استغربت أنه ليش جسل عبي مستثني الجانب العملي من هذا الكتاب الترجمة التي قرأتها هي كانت هذه الترجمة التي ترونها هنا لأنها كانت ألطف في السياغة من ترجمة دارجريل فأنا مش عارفة إذا دارجريل ترجمت الجزء الأخير كاملا علماً بأنه هاي الترجمة كنت ألاقي بعض الفقرات فيها مختفية منقوصة ما بعرف ليش لكن أنا أتوقع أصلاً أنه كتاب emotional intelligence له طبعاً منقحة غير هذه لأنه أنا مرة حاولت أسمع صوتي وبرضو نفس الإشيء لقيت بالنسخة الإنجليزية الصوتية بعض الفقرات منقوصة فهذا هو كتاب الذكاء العاطفي يا أصدقاء كان ترجمة ليلة الجبالي على ما أعتقد وهو كتاب خصوص علمي كتاب فيه الكثير من الفائدة برأيي أنا لكنه يبدو نفس طويل وخاصة إذا فكرت تقرأه القاطع الإنجليزي اللي هو مكتوب فيه لأنه الوضع الخاص فيه مريع للغاية رح نحكي عن كتاب من دار المنا أنا كنت ناوي أشتريه معرض الكتاب الماضي لكنه كان خالص رحلة إدوار تولين الرائعة واحد من الكتب اللي كان على قائمتي وكنت أنا جدا مهتم فيها لأني بعرف أنه هذا الكتاب حدث عنه الكثير وقال بأن القصة موجودة فيه فطرة قلبه طبعا لأني أنا مترقبة أن القصة تفطر قلبي تأخر حدث ذلك لكنها بالأخير فطرة قلبي دمية اللي هو إدوار تولين عبارة عن دمية أرنب خزفية مميزة لكنها تنتقل من يد إلى يد آخر تتحول من دمية أنانية لا تفكر إلا في نفسها إلى دمية تحب وتفكر في الآخرين هذا كتاب يعني أكتر من هيك ما بحب أحكي لكم حتى أنه أنتوا ما ينحرق عليكم هذه الرحلة لكنه هو كتاب يتضمن رحلة عجيبة للعبة تتعلم كيف تحب وتحب وبالتأكيد طبعا رح يكون مدعمة ببعض الصور هنا وهناك طيب ماذا قرأت أيضا في هذا الشهر قرأت كتاب مدخل إلى فهم الجذور هذا هو الإسلام من أنا ولماذا وإلى أين أنا بصراحة فكرت هذا الكتاب موجه للمسلمين كتنظيم لأهمية ومبادئ الحياة لكنه لقيته هو موجه للأشخاص الملحدين أو الذين يميلون إلى التفكير الإلحاد أول شيء هو صدر ب1991 فأنا شايفته أنه كونه موجه لهجمة الإلحاد اللي كانت على الدين فهذا شيء يعني بالنسبة إلي بعتبره ممتاز في ذلك الوقت من التاريخ لكن يمكن لي أنه مش زي ما أنا تخيلت رح يكون ممكنش انطباعي عنه بالإيجابية التي أنا تخيلتها أنا أعطي الكتابة أعتقد ثلاثة نجوم ونص هو بواجه المشككين بتناول الوصول بالعقل إلى وجود الله سبحانه وتعالى وإلى صفاته الكاملة والوصول بالتلقي إلى كيفية عبادته وإلى تقبل هذه العبادات دون أي بحث محموم عن فائدة الفائدة يعني يفترض أن ترتجى من وراء كل عبادة الغريب بهذا الكتاب أن البوطي يتنبأ بنهضة قادمة للإسلام وقريبة لكن من الغرب ويرفض التسويق للإسلام كدين يقدم كل الحلول بل يرى أنه لازم نروج لديننا هذا بكونه عقيدة يجب تقبل كل شيء فيها بدون ضرورة إخطاعه المستمر والدائم العقل والفائدة ماذا يرتجى من كل هذا جزء الأخير من الكتاب أنا حبيته فمش عارفة قد يروق لكم أن تقرأوا هذا الكتاب فربما لأن هذا الكتاب قصير قد يروق لكم أن تقرأوا وتطلعوا علي إذا ما كان لكم موقف من الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي طبعا في كتاب مش معي هلأ موجود في المدرسة اللي هو أخيرا خلصنا هذا الكتاب قرأت كل الأشياء اللي بتهيني في هذا الكتاب واصطحبتوا معي المدرسة عشان فرجي بناتي ماذا يعني البترون كيف نفسر رسومات البترون كيف لما يكون البترون موجود ما في داعي أني أنا أطقن النغة الإنجليزية مجرد ما أنظر إلى البترون بقدر أرسم لكن هذا الكتاب موجود فيه بترونات حواف كروشي كثيرة ومعززة بالشرح بالكتابة وبنصائح لطيفة إخراجه ممتاز جدا لكن هذا العدد من الحواف يعني أنه في عنا موجود عدد لبأس به لأشكال بشعة فقط لغرض الإدراج وعد بترونات يعني في حواف مريعة يا جماعة جدا يعني بس حسيت أنها أدرجت بس يعني علشانه حواف يلا كتر منها شو ما كان شكل شو ما كان الوضع فما كانتش يعني محمسة لكن في عدد لبأس به من هذه الحواف يعني ممكن أقول تلت الحواف اللي موجودة في هذا الكتاب منطقية وقابلة للتطبيق ومن جيدة إلى جميلة لكن الباقي بصراحة لم يرق لي ولم أجد أنه يعني مغري بالتطبيق رح نحكي عن رواية أنا ما كنتش كتير محمسة إلها وكنت ناوي أستعيرها من المكتبة العامة اللي هي رواية ماتهيك المكتبة مصصف الليل استعارت هارم فأنا قررت أني أخذها منها وأقرأها ويا للهول هذه الرواية بصراحة نالت إعجابي هذه الرواية تتناول الأكوان المتوازية وبالتالي هو بيعتقد أنه في نسخ منك بتعيش خياراتك الأخرى في هذا العالم في هذا العالم فماذا لو أتيح لك أن تجرب هذه الخيارات نورة تشعر بالاكتئاب نورة بطلة الحكاية هنا تشعر بالاكتئاب تتراكم حولها أحداث مريعة زي وفاة والدتها فقدانها لعملها تركها لخطيبها وعدم سفرها لأستراليا وبالأخير وفاة قطتها فنورة بتقرر إنهاء حياتها لكن لما بتحاول ذلك تلاقي حالها عالقة في مكتبة منتصف الليل هذه المكتبة تقودها إلى عوالم موازية لكل الخيارات المختلفة اللي كان ممكن تاخدها فأنت أو أنت عم تقرأ ولأنك عارف متهج بيكتب في التنمية البشرية فأنت متخيل وين ممكن الحكاية راح تقودك لكن مع ذلك بيستطيع أنه يقنعك بالعابرين الموجودين في الحكاية وبقدر كمان في نفس الوقت يقدم لك قفلة ممتازة للحكاية صح ببعض الناس شافتها قفلة مفتوحة لكن أنا حسيتها عن جد قفلة ممتازة ناسية تفاصيل القصة لكن أعتقد أنها بلص 18 مش متأكد مش متأكد رايح عني بصراحة تفاصيل ممكن أقول أنه هي خيال علمي والترجمة لمحمد الضبع كانت سوبر ممتازة في سيرة ذاتية جزء تاني من سيرة ذاتية قرأتها أيضا هذا الشهر اللي هو تس بتذكروا أنجيلا آشز مرة حكيت معا عنه بإسمانات اللي هو طفل إيرلندي اللي ولد بالولايات المتحدة الأمريكية وكانت عائلته بتعاني من العديد من النظر الصعب وظنت أن في العودة إلى إيرلندا رح يكون العائلة سند ليلها لكن ذلك لم يحدث ففقدت الأم أنجيلا العديد من الأطفال في رحلة تدبير أمور العائلة حتى بالأخير فقدت نفسها وقيمها نوعا ما تس يمكن هي اللفظة الإيرلنديا لكلمة تس ماك مكورت بكمل معنا في هذه الحكاية عودته إلى الحلم الأمريكي لأنه هو أصلاً أريدي يعتبر يحمل الجنسية الأمريكية كونه نولد في الولايات المتحدة الأمريكية شايفين الأخضر هي عدد الكتب التي ذكرت في هذا العمل والزهر هي العبارات التي راقت لي فيه إشي حدث في نهاية الكتاب قرر أنه يخليني ما أكمل بقى السلسلة لأنه مكونة من ثلاثة أجزاء أنا أصلاً أريدي معي فقط جزئين منها لكن اكتفيت بهذا العمل في الجزء الثاني إحنا منشوف رحلته لأمريكا وعودته غير المتوقعة بشكل غريب للجامعة بما يشبه المعجزة لأنه مك مكورت مش ما أخذ ثانوية عامة بس مجرد ما تطلع إحنا الموظفات ويقول لها هذا متخرج من أوروبا بس مدرسة متوسطة فبتقول أوكي ماشي المدرسة الأوروبية كتير أحسن تدريسها من عنا خليه أخذ المساقل فلاني والمساقل فلاني وإذا جاب فيهم بي معناته هو بقدر يكمل بالجامعة تخيل يعني فهو يعني بعود للجامعة بما يشبه المعجزة وبالتحق بالتعليم اللي هو بيكتشف عند ذلك المتحدة الأمريكية بيحاول يقاوم خلال هذه الرحلة أن يتحول إلى رجل يشبه والده لكن المستفز أنه أثناء الحكي هو دائماً بيعرض آراء من حوله ويتجنب الإفساح عن آراءه إلا إذا كانت عبارة عن تعليقات جنسية أو ملاحظات جنسية لكن غير ذلك أي آراء سياسية أو أي آراء لها علاقة بالعنصرية بتلاقيه بيتحفظ بشكل كامل عليها ففجأة بتنقطع كل هذه التعليقات المستفزة لما يصير مكورت أستاذ في المدرسة طبعاً هذا يعني أنه صار شخص مستقيم وبتكون أنت شوية على عصابك وفعلياً عم يتعامل مع الناس اللي كان عم بيعلق عليهم قبل فترة المراهقات اللي بيلبسوا ملابس صغير متحفظة وما ذلك وبتكون أنت شوية مش مرتاح وأنت بتقرأ هذا العمل على كل مكورت سمح لنا نتبع حياته من عودته من الإيرلندا حتى وفاة والديه أمه وأبو وفي هذه الرحلة أيضاً تضمنات زواجه وانهيار هذا الزواج هيك إحنا منكن ختمنا مع مكورت حياته وانتقلنا إلى حياة شخص آخر عزيز جداً على قلبي اللي هو إبراهيم نصر الله كتاب فلسطين لهذا الشهر كان كتاب طفولتي حتى الآن الجزء مش عارف رقم كم من الملهة الفلسطينية لكن أنا أعتقد أنه متبقي لي جزئين الشمس اليوم الثامن وأعتقد فيه جزء قديم أنا ما قرأته وبكون ملحأة على العمل شفيين أديش فيه أشياءات أشياءات كثيرة في العمل طبعاً هذا عمل تقرأه تضحك وتبقي في نفس الوقت حاول إبراهيم نصر الله حياته في المخيم مخيم الوحدات بالذات إلى رواية طبعاً وضعها في قالب رواي لأنه بعض الأحداث قد تكون حدثت وبعضها لم يحدث بالطريق التي تحدث فيها مصر الله يعني هذه ليست سيرة شديدة الدقة لما حدث فنحن نتتبع طفولته في الوحدات اللي هي كانت الأعز على قلبي في هذا العمل بعد أن نتتبع نج ورحلة أصحابه المختلفين في هذه الطفولة وعدد من النساء اللي كانوا مؤثرين في حياته عامته أمه عائشة وهالة طبعاً قبل هالة نور هذور الشخصيات اللي بحياته اللي ممكن آخر إشي الحديث عن هالة ونور قد يستفزك لكن يبقى هذا العمل من مفضلاتي هذا العمل كان قريب لقلبي لأنه ذكر كتير أماكن يعني أليفة علي الألوان الموجودة مش عارف إذا شايفين باللون النهدي هي أماكن مألوفة الأزرق الغامق لحظات انهياري بالبكاء طبعاً الألوان الزهر الفاتح والغامق العبارات اللي عجبتني لأنه خلص من عندي الزهر الفاتح طبعاً والألوان الموجودة بالأزرق البارد هي لحقائق فعلياً حدثت في ذلك الوقت وبعضها كان حقائق صادمة بالنسبة لي لكنها تبقى حقائق فهذا كتاب بصراحة ما بحرف إذا بصير نقول أدب اللجوء عن جد يعني أدب فلسطيني للطفولة والوجوء إبداع الشباب اللاجئين اللي كانوا هني أطفال لاجئين هذا كتاب بس أنايته بصراحة عانقته ضل بحضنه هيك فترة مش قادرة أوصف لكم كيف؟ هذا كتاب بتحس إنه يعانقك وتعانقه أثناء القراءة بس أنا مش عارفة يعني هلي أنه كان بيحكي عن أشياء كتير أليفة وأشياء أنا سمعتها من أشخاص في حياتي ولا يعني نحتاج واحد من خارج الأردن يقرأ هذا الكتاب وقلنا رأيه فيه بصراحة على كل واحد من الكتب اللي أكيد رح تبقوا في قائمة مفضلاتي لهذه السنة طفولتي حتى الآن لإبراهيم نصر الله هيك إحنا منكون على ما أعتقد تحدثنا عن جميع الكتب اللي قرأتها هذا الشهر أمل أمل إنه ما أكون نسيت كتاب أعتقد أنه إحنا هيك تحدثنا عن جميع الكتب التي قرأنا هذا الشهر وأتمنى أن تكون قراءتكم في شهر أربعة أيضا كانت موافقة كما هي الحال معي ودمتم بود وأراكم من جديد في فيديو آخر ظلوا إيجابيين حيا أحلامكم ربخ لي والولدي رب رحمهما كما ربياني صغيرة السلام